في هذا الدرس سوف نتحدث عن increment و decrement operators أعمل new variable أسمي number يساوي 20 سويت variable من نوع int وخليت الvalue مالتا 20 أريد أضيف 1 إلى قيمة هذا الvariable حاليا هذا 20 أريد أضيف 1 كيف أعمل هذا الشيء؟ هنا أكتب number يساوي number زائد 1 يعني شنو هذا؟ يعني number هذا number نفسه يساوي number يعني number نفسه هنا يعني قيمة النمبر اللي حاليا القيمة مالتا 20 زائد 1 أول شيء هذا رح يشتغل لدينا هنا عملية الإضافة رح يضيف 1 إلى النمبر النمبر هو 20 رح يصير 21 وبعدين رح يخلي value في النمبر نفسه يعني الvalue الأولية لهذا النمبر كانت 20 رح يخلي 21 هذا اللي يحصل فبهذه الطريقة نقدر نضيف 1 إلى النمبر أطبع النمبر في الكونسول أعمل run للبرنامج مالتي لاحظ 21 أسدل terminal نقدر نكتب هذا طريقة ثانية طريقة increment operator هنزل هذا أكتب نمبر بلاس بلاس وأخلي السمي كالون هذا وهذا نفس الشيء مفرق هذا هو increment operator يضيف 1 إلى الvariable يعني هذا الvariable النمبر القيمة مالتا 20 رح يضيف 1 وصير 21 أعمل comment لهذا وأعمل run للبرنامج مالتي لاحظ 21 جميل فهذا هو increment operator يضيف 1 إلى قيمة الvariable تقدر تستخدم هذا أو هذا نفس الشيء وأيضا عدنا decrement decrement يعني شنو عكس الانcrement يعني تنقص واحد من الvariable بدلا من بلاس بلاس تخلي ناقص ناقص لاحظت هذا decrement هذا ينقص واحد من الvariable الvariable مالتنا حاليا القيمة مالتا 20 بعديا من نكتب number minus minus هذا ينقص واحد من القيمة مالتا أعمل run للبروغرام لاحظ 19 جميل فهذه الفكرة من increment وال decrement خلي أعطيك مثال ثاني رح أعمل comment لكل هذا comment أنزل شوية حتى أعطيك مثال ثاني أعمل new variable من نوع int أسمي a يساوي واحد وأعمل variable ثاني من نوع int أسمي b يساوي a بلاس بلاس إحنا قلنا الانكرمنت operator يضيف واحد إلى الvariable يعني حاليا الاي قيمة مالتا 1 من أكتب هنا a بلاس بلاس لازم نصير اثنيا فهذا رح يصير اثنين ولكن البي شن رح يصير هل هو رح يصير اثنين أو واحد خلي نشوف console write line a console write line b أعمل run للبروغرام مالتي لاحظ ال a هنا اثنين وال b واحد شنو اللي حصل هنا أنا سويت variable سميت a خليت القيمة مالتا 1 وبعدي عملت variable ثاني سميت b وخليت القيمة مالتا a بلاس بلاس في هذه الحالة أول شي ال a قيمة مالتا 1 رح يخلي القيمة مالتا في ال b يعني copy من القيمة مالتا يخلي في b هذا اللي رح يحصل والقيمة مالتا 1 بعدين رح يضيف 1 إلى ال a يعني بعدين ال plus plus رح تشتغل لهذا السبب ال a يكون اثنين وال b يكون واحد لأن أول شي ال a يخلي value مالتا في b يخلي واحد هنا بعدين بعد ما خلي ال واحد هنا هذا رح يشتغل ال plus plus لهذا السبب ال a يصير اثنين ولكن ال b يبقى واحد في هذه الحالة إذا ردت أيضا تضيف واحد إلى ال b لازم تخلي ال plus plus قبل ال a لاحظ هذا أيضا increment operator ولكن الفرق أول شي رح يضيف واحد إلى ال a يعني ال a يصير الثنين بعدين يخلي قيمة ال a اللي صير الثنين في b أعمل run ال program لاحظ الثنين الثنين جميل فإذا فإذا تكتب increment operator قبل ال variable رح يضيف واحد إلى ال variable أول شي وبعدين رح يخلي ال value في هذا ال variable ولكن إذا تخلي increment operator بعد المتغير أول شي رح يخلي ال value ل a في b بعدين رح يضيف واحد إلى a يعني في هذه الحالة a رح يكون اثنين وال b واحد نفس الحالة تقدر تستخدم decrement decrement ينقص واحد كملنا هذا الدرس وأشوفكم في الدرس الغادم